خلينا بقى نروح الحقيقة يعني هذا الخبر له روائي كبير يعني توفي اليوم الكاتب الكبير والروائي والمترجم بهاق طاهر عن عمر ناهز السبعة وتمانين عام وطبعا ده بعد صراع مع المرض بهاق طاهر يعني هذا يعني الشخص الجميل النبيل هو شخص نبيل وجميل حتى من كتاباته ومن لغته حائز على العديد من الجوائز الأدبية طبعا هو من جيل الستينات واخد جوائز كثيرة جدا منها جائزة الدولة التقدرية في الأداب وده كان سنة 98 هو طبعا خريج كلية الأداب وكمان واخد دبلومة من كلية الإعلام إزاع وتلفزيون وعنده جائزة كمان من جوزيبي الإيطالية وده سنة 2000 وجائزة دي كانت عن خلتي صفية والدير عن الرواية الرواية عملت كمان مسلسل ومن أبدع الروايات ومن أبدع المسلسلات أخد جوائز إيطالية كثير كمان عن الحب في المنفى وجائزة العالمية للرواية العربية وده عن روايته وحية الغروب بهاق طاهر كمان كمترجم مختلف يعني لو كان عندك فرصة أن أنتوا تقروا رواية مثلا من الحاجات المترجمة لبهاق طاهر ورواية الكيميائي ترجمها عن طبعا المؤلف الأديبي كبير باولو كويلو والحقيقة مترجمها بطريقة يعني رائعة يعني ما تحسش أن انت مختلف عنها وكمان عامل رواية النور برضو عن باولو كويلو وانت عارف باولو كويلو أصله قريب جدا من بهاق طاهر الاتنين فيهم النزعة الصوفية والجملة الحلوة والسرد بطريقة جميلة بهاق طاهر عمرنا ما حننسى أنه هو فتح كده حاجات كتير وانت بتقرأ رواية بتاعة واحد الغروب وبتروح لعالم سيوى وبتروح لهذا العالم اللي عايش على أرضك في مصر وتشوف هذه الحضارة وتعرف تفاصيل كتيرة جدا لا ينقلها غير الروائي والأديب بتفاصيله وبسرده وبجمله وبخياله ومسج التاريخ بقى وبهاق طاهر الحقيقة من الناس اللي عنده قدرة على أنه يدخل التاريخ مع الحاضر مع العادات والتقاليد هذا هو بهاق طاهر اللي غاب عن عالمنا ولكن تبقى الرواية ويبقى الأعمال ويبقى عمله وكل ما قدم وكل ما كتب وكل ما ترجم باقي طول الوقت